لكن محتاجين نقف عند حد تاني خالص هو دايما محافظ على مستوى السوبر وليد سليمان أفضل بديل في الدوري الحالي وأفضل لاعب في النادي الأهلي على مستوى التأثير الهجومي رغم عدد الدقائق المحدود جدا للعبها وليد سليمان بيقدم واحدة من أفضل دقائقه منذ انضمامه للنادي الأهلي رقميا وليد سليمان لعب 364 دقيقة الموسم الحالي أساسي مباراتين بديل 9 احنا بنتكلم على الدوري سجل 6 أهداف يا أحمد 3 بالقدم اليسرى و3 بالرأس تسجيل الأهداف 1.5 هدف كل 90 دقيقة 18 محاولة على المرمة ومعدل المحاولات 4.5 محاولة كل 90 دقيقة فكرة رقم كبير جدا في كرة القدم إلا للعبين بقى لو احنا بنتكلم على العبين في الدولات الأوروبية مميزين جدا عرضيات 9 عرضيات شاف وليد سليمان إزاي أحمد أنا عايز أقول إن الناس شافت وليد سليمان بيتقلق فبدأت تصدر الأزمات لوليد سليمان كنا لسه ردين الحلقة اللي فاتت على البعض اللي بيقول النادي الأهلي يجدد ليه لوليد سليمان لا أكيد وليد سليمان بيرد عليك النادي الأهلي هيجدد إن شاء الله لوليد سليمان ليه الأهم إن بدأ البعض ومنهم برضو شاد عيسى تحديدا بدأ يقول إن فيه أزمة لوليد سليمان إنه عايز يلعب أساسي وعايز يلعب احتياطي ويصدر أزمة ودائما برضو دخل كلمة كابتن سارة بحفيز ومشاكل طبعا الكلام ده كله مفهوم بس اللي مش مفهوم انك ازاي راهنت على فكرة ان وليد سليمان عامل أزمة عشان هيكون احتياطي هو انت ما سمعتش وليد سليمان في عهد مارتين يول وهو بيقول ان اول لو مارتين يول مسك الفريق جال كابتن وليد سليمان قال له انت اللي برقم 3 عندي في مركزك عجبك عجبك مش عجبك انا مش هعتمد عليك كابتن وليد سليمان في الظروف دي بشعبيته بنجميته بتاريخه مع النادي الاهلي اشتغل على نفسه في صمت اتمرن قاض علال ولكن هو قال بنفسه انا اتمرنت واشتغلت عشان لما اجيل الفرصة اكون مستعد لها وبالفعل جات له الفرصة مع مارتين يول في مارش الوداد في المغرب اللي النادي الاهلي فاز فيه بهدف لرامة ربيعة اعتذر له مارتين يول على الطريقة اللي عاملوا بيها وقال له انت لعب اساسي وانا ما كنتش هسامح نفسي لو انت كنت رحلت من الفريق او كنت خسرت وجودك في الفريق جاي دلوقتي تتكلم عن كابتن وليد سليمان تقول عامل مشكلة وهو عامل اداء ده مع النادي الاهلي هو لعب كبير وعارف قوي كنته عند جميل النادي الاهلي وعامل التأثير ده في الفريق العب غيرها كابتن وليد سليمان اعتقد نجم كبير جدا صعب جدا صعب جدا اي حد من اعلام انديهم نفسه يقدر يأثر عليه سلبية وهو لا يستدرج وده الزكاء بتاع شخصية وليد سليمان اللي تؤهله انه هو يبقى موجود مستقبلا في النادي الاهلي في اي مكان لانه هو شخصية زكية جدا وعارفة يعني ايه النادي الاهلي لعب مر بظروف صعبة جدا عشان ينضم للنادي الاهلي اشتركوا في القناة